الذين لا يؤمنون بسر الإفخارستية إنه جسد ودم حقيقي يعتمدون على عدة آيات يحنى 6.63 الروح الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيء لآية الآية الثانية الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة الآية الثالثة اصنعوا هذا لذكري موجودة في لؤة 22-19 وكرونسوس الأول 11-24-25 اللي قال فيهم أخذ خبزا وقال خذوا كله هذا هو جسدي اصنعوا هذا لذكري اشربوا دمي اصنعوا هذا لذكر هنا أحب أقول حاجة ودي بتغيب أنا لا أتكلم عن طواف ولكن أتكلم عن عقيدتي الأرثودوكسية اللي أنا أثق فيها نحن كاثوليك بروتستانت أرثودوكس لينا عقيدة واحدة اسمها حيثما اجتمع اتنين أو تلاتة إلى اسمي أكون فين هل البروتستانت يؤمنوا بغير كده هل الكاتوليك يؤمنوا بغير كده هل الأرثودوكس يؤمنوا بغير كده طيب إذا الزكرة الزكرة نوعين زكرة الغائب رمز وزكرة الحاضر تذكر هوضح إيه زكرة الغائب رمز وزكرة الحاضر تذكر زكرة الغائب قعدت مع واحد ليه واحد حبيب واعتبر إن ابنه في أمريكا قعد يحكيلي عن ابنه وبعدين لما بيحكيلي على ابنه بقوله إيه أنا كنفسي أشوف ابنك رح مطلع من جيبه صورة مين صورة ابنه قال إيه دي الصورة دي تعتبر إيه رمز صح ولا لا هل هو ده ابنه أقول بس خلاص عرفته ليه لأن ده رمز مش ابنه صورة تمثل ابنه صورة تقرب وتوضح لنا ابنه صح ولا غلط ده اسمه الزكرة الرمز لكن إيه رأيك إنه قعد معاي وابنه جنبه وقعد يكلمنا على ابنه وبقوله ابنك كويس وقال لي بس انتظر ده أدي صورته يوريني صورته هو موجود ذكرة الغائب رمز إذا كانوا بيؤمنوا إن المسيح بيبقى غايف في اجتماع الشركة أو كسر الخبز غير موجود يبقى ذكرة الجسد والدم ما إلا رمز لكن إذا كان موجود ما قالش للذكرة قال إيه لذكري يعني لذكري أصلهم اليهود لما كانوا بيدبحوا خروف الفصح كانوا برضو بيعملوا نوع من إيه الذكرة ذكرة إيه ذكرة خروجهم من أرض مصر فلما استبدل الخروف بالخبز فقال لهم خاف أحسن اليهود يصنعوا هذه الذكرة للخروج من أرض مصر قال لا لذكري تذكرون وتخبرون بموت الرب إلى أن يجيب تخبرون بموت الرب إلى أن يجيب فهنا لما نيجي نقول ذكرة الحاضر تذكر إيه بقى التذكر لما إيه بني يجي منبرة نععد الليل كله أنا وهو نععد نتذكر فاكر أيام كذا لما عملنا كذا وفاكر يوم كذا لما روحنا كذا نععد الليل كله نتذكر الماضي نتذكر ما فعله المسيح من أجلنا وده اللي بيحصل في القداس الإلهي دي ذكرة الحاضر أما الآية اللي بتقول الروح يحيي الجسد لا يفيد شي لأن المسيح لما خده الخبز وألخزه وكله هذا هو جسدي يعني معناها مش هيتحول للحم ودم في المنظور لكن هيتحول لجسد ودم في غير المنظور تحت عرضي الخبز والخمر ولذلك في آية بولس الرسول بيقول يابد إن أنتو تتناولوا جسد الرب ودمه مميزين يعني مميزين يعني ما هوش أكل عادي ما هوش لقمة بتاكلها فيه ناس كتيرة فينا هنا حتى في كنيستنا القبطية بيعتبروا إن التناول أكل عادي تتصوروا يعتبروا أكل عادي أعد قدي إيه يا بونا ما خدش إبرة ولا ما ياخدوش مني دم ليه أصلي بيقولوا لي تلات أيام تلات أيام يكون مفعول دم المسيح وجسد وضع من جسمك عشان يتأخذ دم منك ده أنت سابت فيه العمر كله ده أنت لو اتناولت وطلحت بره وأقطعوك زي الشهداء حتات برضو دم المسيح فيك وجسد المسيح فيك وبعدين أنا قلتلكم كذا مرة خطية لما تيجي تقول اتناولت من جسد الرب ودمه ليه لأن ده مش خبز وأكل وشرب ما هواش جسد عادي لأن الجسد العادي لا يفيد شيء لكن أنت بتقول اتناولت إيه جسد الرب ودمه عارف الفاتفوتة اللي أنت خدتها خدت الجسد بالكامل ونقطة الدم اللي أنت خدتها خدت الدم بالكامل دم المسيح جيري في أعضاءك كلها وفي جسمك كله وصارت أعضاء كلها أعضاء إيه المسيح لكن لو كان على مستوى الجسد طب وأنا أكلت لقم تعيش هتسد معاي هتشبعني قالك لا ده ما هواش أكل ودم مش جسد يعني مادة منظورة محسوسة لا ده عمل سري عشان كده الكنيسة سمته سر إيه الإفخارستية سر التناول سر الشكر سر الشكر ده لأنه هو ربنا بيدي لك جسد ودمه تحت عرضيه الخبز والخمر للخبز تغير وإنت بتتناول طعمه في بقك إيه خبز وإنت بتشربه وطعمه في بقك أباركة ورغم كل ذلك بتقول ده جسد الرب ودمه مش هو ده الإيمان يعني أنا دلوقتي عيني وطعمه وريحته خبز وعيني وبقه وطعمه أباركة خمر وأقول جسد ليكن أنا كاذب والله وحده إيه هو هذا هو جسدي مش ده الإيمان هو الإيمان إيه ثقة بما يرجع وإقان بأمور اللاتورة لو جبت واحد وجبت الرغيف وصلينا الأداس إيه رأيك لو الخبز ده اتحول للأحمد أنا سألتها الواحد مرة قلت له لو في الأداس اتحولت الأربان اللحم وتحول الأباركة إلى طعمه وريحت الدم تؤمن إن ده جسد الرب ودمه قال لا لا قال مش هيتحول قلت له أنا بقولك نفترض مش بقولك هيتحول قال لا لو شفت بعيني وضقت أؤمن قلت له لا ده بالعيان لأنك رأيت فأمنت طوبة لمن آمن ولم يرى أنا أؤمن بعمل ربنا دون أن أرى ودي قمة قمة إعلان الإيمان قمة إعلان الإيمان ده احنا عندنا مثل في الصعيد وممكن يكون هنا في مصر يقول لك فلان بيحب فلان لو قال له على الأسود أبيض يقول أمين يا المحبة توصل لكده ما هي دي المحبة وهي القوة عشان كده بيقول الكلام الذي بكلمكم به هو روح وحياة يعني عمل روحي حياة روحية ما تنزلش على مستوى الجسد ما تنزلش على مستوى الجسد